نظمت مؤسسة حياة كريمة قافلة طبية شاملة في قرية البندرة بمحافظة الغربية وشهدت القافلة توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لنحو 1271 حالة وزراعة 50 شجرة وأكد الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطة أن تنظيم القوافل الطبية والتوعوية يأتي في إطار حرث الجامعة لدعم المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين واستمراراً لجهود الجامعة في المشاركة المجتمعية وتوفير مزيد من الخدمة الطبية للأسر الأكثر احتياجة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة